الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال النظرية الكلية سوق النقود سوق النقود أو money market باللغة الإنجليزية أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا في زمن جائحة الكورونا التي عزلتنا عن بعضنا البعض حماكم الله جميعا وعلى بركة الله نبدأ سوق النقود وكرر سوق النقود أو money market سوق النقود هو المكان الافتراضي والطبيعي المكان الافتراضي والطبيعي الذي يتبادل فيه الأفراد والمؤسسات يتبادل ماذا؟ الأوراق والمسكوكات النقدية أوراق نقدي دينار دولار جنيه استرلين وما شبه وعادة ما تكون المصارف أو البنوك التجارية المصارف باللغة العربية البنوك bank يعني باللغة الإنجليزية هذه المصارف التجارية طبعا والاستثمارية بالتعاون مع المصرف المركزي هي الجهة المهيمة على هذا السوق إذن يعني اللاعبين فيهم مجموعة من الأشخاص الذين يتبادلوا وطبعا سأبين وجهة نظر يعني وجهة التبادل هنا لكن المؤسسات العاملة في هذا السوقي المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة وطبعا المصرف أو البنك المركزي هو الجهة يعني بالتعاون ما هو الجهة المهمة عادة السوق الذي يضبط عمل كل هذا السوق يقوم البنك المركزي أو ما يسمى بالcentral bank باعتباره السلطة النقدي الوحيدة بضبط عمليات التعامل في هذا السوق هو السلطة النقدي الوحيدة المخولة بضبط عمليات التعامل في هذا السوق وهو مسؤول من الناحي القانونية عن إصدار العملة إضافة إلى تخزين الاحتياط من العملات الأجنبية القابلة للتداول عالميا بالسرعة المطلوبة ذكرت في مقاطع سابقة عن مقبولية النقود الآن يعني عندما تحدث عن الجنين السترليني مقبول عالميا قد تذهب إلى أي دول في العالم يقبله كعملة للتبادل تبادل السلع تبادل الخدمات وما شابه وقد تشتري أي شيء فيه الدولار الأمريكي كذلك لكن إذا ذكرت مثلا مثلا يعني وحدث العملة في الصومال أو في ربما مالي أو غندا ربما لا تكون مقبولة على نطاق واسع ربما تكون طبعا مقبولة فقط في إطارها الوطنة في الدولة التي أصدرتها لكن غير مقبولة في دول جوار أو ربما يعني في دول أخرى لكن العمل العالمي مثل الدولار جيسترليني الياباني الروبل الروسي ربما يكون مقبول عالميا أو جواني الصيني وهكذا قدران الآن علينا أن نتخيل أرجو هنا التركيز على هذه الجنة أن نتخيل سوق النقود هذا نتخيله مثل ما نتخيل أي سوق تباع وتشترى فيه السلع لكن الشيء الذي يباع ويشترى في سوق النقود هو القوة الشرائية للنقود يعني الآن لا يباع الدينار مثل ما تباع سلع عادي لكن أنا أقترض أو الآن أذهب بالدينار أضعه في مصر أدعو هناك المصرف هذا التجاري أو الاستثماري أو أي مؤسسة المعنية بالاقتراض وقوة الإداعات تقرض هذا مقابل السعر المعين فالقوة الشرائية التي تباع اللي هي النقود عن طريق الإقراض والاقتراض والإدخار والإداعات من أجل استخدامها في شراء البضائع والخدمات كأن ما نتحدث عن سلة عادية لكن إلها شكل خاص ومواصفات خاصة السؤال المهم في هذا السياق سؤال مهم في هذا ما هو سعر الشيء الذي يتم تداوله في هذا السوق يعني سعر الدينار أو الدولار أو الجنيه الإسترليني أو الجنيه المصلي أو الريال السعودي ما هو السعر الذي يمكن أن نتداول بناء على هذا النوع من النقود العملة هذه منذ ألاف سنين عرف البشر ما يسمى بالربة المحرم بالتراث الإسلامي بالعقيدة الإسلامية هذا الربة محرم وحر في الإنجيل والتوراة بكل أديان لكن مع مرور القرون هنا القرون عفوا مرور القرون الزمن والتوسع في النظريات السلوكية الاقتصادية ابتدع بعض البشر وبخاصة في الاقتصادات الغربية ما يسمى قيمة النقود الزمنية أو ما يسمى Time Value of Money وهو مفهوم يكافئ سعر الفائدة Interest Rate سعر الفائدة يعني وجدوا حج علمية وإن كانت غير مقبولة دينيا شرعا أخلاقيا ربما أن كثير من الناس وأنا منهم طبعا فوجدوا لها مبرر علمي بأن النقود قد تفقد قيمتها مع الزمن وبالتالي لابد عندما يقترضها إنسان أو عندما تبيحها مقابل يعني سعر معين اللي هو سعر الفائدة فخاصة في الاقتصادات الحديثة أصبح الآن سعر الفائدة هذا R سعر الفائدة Interest Rate بمفهومه الحديث بديلا يعبر يعبر عن مفهوم قيمة النقود الزمنية وأصبح بالتالي السعر السائد هو السعر السائد في سوق النقود إذن سعر الفائدة هو السعر السائد في سوق النقود للتذكير فقط أذكركم أحبتي بأن السعر السائد في سوق السلع هو مستوى الأسعار العام general price level البيت إذا تتذكره في سوق السلع والسعر السائد في سوق العمل العمل هو معدل الأجور wage rate كما ذكرته والآن سوق النقود السعر السائد في R وهو سعر الفائدة إذن هناك ثلاثة أسعار في ثلاثة أسواق متعفة في سوق السلع هناك price level اللي هو مستوى الأسعار بالدينار بالدولار بالجنيه وهكذا وال wage rate أو ما يسمى معدل الأجور هو السعر السائد في سوق العمل والسعر الفائدة هو السعر السائد في سوق النقود على شكل نسبة مئوي معينة يعني اللي نضطرد ذهب فلان إلى المصرف أو المؤسسة للإقراض المتخصصة لاقتراض ألف دينار أو ألف دولار أو ألف جنيه سترليني فقالوا له أوكي تستطيع أن تقصطها على مدى سنتين أو ثلاثة مقابل مثلا خمسة بالمئة فائدة على كل سنة إما يعني فائدة بسيطة أو مركبة أو مستمرة مع الزمن دور البنك المركزي أرجو أن أنوه هنا لأنه في سوق النقود لا بد أن نتحدث عن دور البنك المركزي في سوق النقود أولا هو السلطة الوحيدة المخولة بإصدار العملة المحلية لوك الكرنسي إصدار الدينار أو الدولار أو الجنيه سترليني هو من قبل مؤسسة مخولة بموجب القانون يعني هذه السلعة سلعة النقود ليست كالتفاع والبرتقال أي واحد يمكن أن يمتلك أرضا ويزرحها لا الآن النقود كقوة شرائية فقط البنك المركزي في الدولة أو السلطة النقضية في الدولة المعنية هي يعني السلطة الوحيدة المخولة بإصدار العمل المحلية بموجب يعني قوانين وتعليمات وأنظمة ومراقبة صارمة عليها ثانيا البنك المركزي هو السلطة النقضية الوحيدة المعنية بضبط عمليات سوق النقود إذن هو الذي يضبط عمليات سوق النقود البنك المركزي ثالثا البنك المركزي يضبط نسبة الاحتياط الإجباري اللي هي required reserve بالنظرين نقضيها على الوداع المصرفية لنفترض أحدنا ذهب إلى المصرف وأودع ألف دينار أو ألف جنيه سترين أو ألف دولار كيف يضمن بأن المصرف سيعيد له النقود عندما يحتاجها فبموجب قانون البنوك دائما وأبدا البنك المركزي يطلب أن يقطع البنك التجاري الذي تم إيداع النقود فيه من قبل هذا الشخص أن يقطع جزء منها على شكل احتياطي إجباري يدعها في البنك المركزي حتى تكون ضمان جزئي ولأن البنوك تدفع مقابل تأمياته وبالتالي هناك نوع من الضمان على الوداع مقابل لنسبة إحتياطي الإجباري قد تكون 0.5% لانفظ أن أنا أودعت الآن ألف دينار فالبنك التجاري الذي أودعت في هذا المبلغ الألف دينار مطلوب من قبل بنك المركزي أن يضع 100 دينار منها جانبا على شكل احتياطي إجباري هناك نسمي 10% لإحتياطي معدلة أو نسبة إحتياطي الإجباري لو كانت 50 دينار ubket 15% لو كانت 500 دينارkind даناكه 50% وهكذا فهو الآن بنك المركز هو المعني بضبط نسبة الاحتياط الإجباري على الوداع المصرفية ورابعا هو الملاذ الأخير لمن؟ الملاذ الأخير لحصول المصارف التجارية على القروض بمعدل خصم بسكاونتريت أقل من سعر الفائدة ربما يحتاج بنك أو مصرف تجاري أو استثماري إلى قرض يعني نفذت من عنده النقود أقرارها كلها ولم يبقى الاحتياطات الإجبارية فيمكن أن يذهب المصرف المركزي ويستدين من المصرف المركزي أو البنك المركزي مبلغا من النقود هذا المبلغ يدفع عليه فائدة ليست فائدة عادية؟ بتكون عادة أقل هي السعر بسميها معدل الخصم هذا معدل الخصم هو سعر الفائدة الذي يدفع البنك التجاري للبنك المركزي مقابل اقتراضه طبعا معدل الخصم بكون أقل من سعر الفائدة كما ذكرنا من أجل أن يقرضوا بسعر أعلى حتى يربح من زبائنه خامسا وأخيرا البنك المركزي يقوم بما يسمى بعمليات السوق المفتوحة اللي هي إصدار سندات طويلة الأجل يبيحها مقابل نقود وبعد مدة يطفي هذه السندات مقابل نقود طبعا هناك سبب من اللي هي عن السياسة النقدية إذا أراد أن البنك المركزي أن يضخ سيولة في الاقتصاد فيشتري يعني يقوم بإطفاء السندات التي أصدرها ويضخ سيولة في الاقتصاد من خلال البنوك وبالتالي تزداد السيولة عند البنوك تستطيع أن تقرب وإذا أراد أن يمتص سيولة من البنوك من الاقتصاد حتى يقلل مثلا من تضخل أو يقلل من الإنفاق فهو يصدر سندات مقابل أسعار يعني فائدة فيها نوع من الحافز للبنوك التجاري حتى تبيع يعني تعطيها نقود للبنك المركزي وتأخذ هذه السندات مقابل سعر فائدة مشجع إلى حد ما فكأنما قلل قدرة البنوك على الإقراض بالحالة إذن لاحظوا أنه الآن من واجبات البنك المركزة المهمة جدا جدا هو تحديد نسبة الاحتياط الإجباري يعني يعطي قدرة ومرونة للبنك المركزي يعني هذه العملية تعطي قدرة ومرونة للبنك المركزي حتى يضبط كمية النقود المتوافرة والموجودة في الاقتصاد الشغل الثاني اللي هو سعر الخصم إذا أراد البنك المركزي أن يقرض البنوك بمعدل خصم عالي وبالتالي تكون أسعار فائدة عالية فبيقلل قدرتها على الإقراض وإذا أراد من البنوك التجارية أن تقرض بأسعار منخفضة حتى يزيد قدرتها على الإقراض فبعطيها بسعر بمعدل خصم منخفض والعملية الثالثة التي قم بها اللي هي ثلاثة إصدار السندات كي يضخ سيوله في الاقتصاد أو يمتص سيول من الاقتصاد إذن هو يضبط عملية توافر النقود توافر النقود في الاقتصاد بواسط هذه العمليات نكمل بإذن الله للتذكير أحبتي أذكركم بدوافع الطلب على النقود موتيفز أوفذ ديماند فور ماني ذكرنا بأنها ثلاثة دوافع الدافع الأول هو إتمام المعاملات الصبقات سمينها الترانزاكشن ديماند من أجل أن يقوم الأشخاص بشراء حاجاتهم من المأكل والمشرب والملبس ودفع الإجرات وفواتير الهاتف والطاقة وما شابه الدافع الثاني مواجهة الطوارئ سمح الله أحد يعني تعرض إلى مرض في لحظة ما فأراد أن يذهب إلى العيادة إلى الطبيب المستشفى سيارته يعني تعرضت إلى خراب انكسرت فيها قطعة من المحرك أو عجل وانفجر وبالتالي يريد يعني فيطلب النقود لهذا السبب وأخيرا رقم ثلاثة اللي هي الأغراض المضاربة سميناها أو الاستثمار لاحظوا الآن إذن أول واحد اللي هو إتمام المعاملات من قبل المستهلكين خاصة وكثير من طبعا الأشخاص في المؤسسات رقم اثنين مواجهة الطوارئ من دوافع ورقم ثلاثة اللي هو المضاربة مهم جدا يمكن لنا أن نتمثل ذلك بيانيا بجزء استعجلت هنا بهذا الآن على المحور الأفقي والمحور العمودي هناك سعر الفائدة هنا الآن هذا سعر الفائدة على المحور العمودي على المحور هنا الديماند فور ماني هذا هو كل محور الأفقي الدماء اللي هو الكمية المطلوبة من النقود وهذا منحنى الطلب هو الديماند فور ماني هذا منحنى الطلب اللي هو ديماند فور ماني أو منحنى الطلب عن النقود يمكن لنا أن نقسم الطلب عن النقود إلى ثلاثة أجزاء كما ذكرنا قبل يعني اللي هي بإمبناء على الدوافع أول دافع هو هذا الدافع يعني من هنا من صفر إلى هذه الكمية خلنا نسميها تي اللي هي لأغرار أتمام الصفقات صفقات الدافع الثاني من تي إلى بي بريكوشن للطوارئ وآخر دافع وهو الأكبر لاحظوا لي كيف المساحات يعني هنا هذه عالية هذه أقل يعني لا أحد يحتفظ بآلاف الدنير في جيبه من أجل أن يجابه طالعا يعني غير متوقع لكن يحتفظ ربما بآلاف الدنير في بيته من أجل أن يشتري شهريا أو أسبوعين حاشته والآن هذه الآن الدافع الثالث هو الاستثمار كما ذكرنا في الدوافع وبالتالي هو أعلى طلب طبعا هناك أثر عوامل مثل الدخل والتقار في الدول الفقيرة بكون الصفقات أو صفقات أكثر بكثير يعني دافع إتمام الصفقات أكثر كثير من الاستثمار لا أحد يبتلك النقول حتى يستثمر والطوارئ من فقرهم لا يفكروا بالطارئ فإذا كان الدخل عالي وإنتاجي عالي في الاقتصاد كاقتصاد للعالم المتحدة أوروبا الغربية أستراليا اليابان الصين ربما روسيا إلى حد ما بعض الدول العربية بكون الطلب على الاستثمار هو أعلى طلب أعلى طلب الأقل منه تدريجيا تقريبا اللي هو صفقات وأقل من ذلك اللي هي مجابحة الطوارئ هذا بس تمثيل هي تصور بياني فقط لدفع الطلب عن النقود إن شاء الله الطلب عن النقود وعرضها الآن وأنا أرجو التركيز على هذا الرسم البياني وتوضيح البياني لأنه مهم جدا لا ينسان فيه فهم ما يسمى بالسياسة النقدي الطلب على النقود وعرضها الآن عن محور الأفقي هو الآن الكميات المطلوبة والمعروضة من النقود عن محور العمودي هو عندي الآن سعر الفائدة لأنه سعر الفائدة ذكرنا هو السعر الساعد في سوق النقود وهذا الآن هو منحنة الطلب على النقود هاي M D sub 1 الطلب على النقود في الحالة الأولى وطبعا لأن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بضبط كمية النقد فعادة ما يتصوره الاقتصاديون عرض النقد نتصوره على شكل خط مستقيم خط مستقيم عمودي على الأفق هذا M S فهذا بالنسبة لأن الآن الطلب على النقود الطلب على النقود وهذا عرض النقود عرض النقود كأن من أقول هناك فقط جهة مخولة وهي وحيدة مخولة بضبطه اللي هي البنك المركزي أو السلطة النقدية في الدولة المعنية أما الطلب عن النقود يتم من كافة أفراد المجتمع يعني أشخاص طبيعيين واللعاديين ومؤسسات وما شابه يتقاطع منحنة الطلب عن النقود مع منحنة العرض عن نقطة معينة هذه النقطة الآن هي نقطة التقاطع تتكون من زوج مرتب زوج مرتب هو عبارة عن M Star اللي هو الكمية التوازنية من النقود المطلوبة والمعروضة مقابل سعر توازني هو R R Star هذا أوكي الآن يمكن لأي سب من الأسباب إذا افترضنا بأن الطلب عرض النقود إذا افترضنا بأن عرض النقود ثابت عن النقود معينة لأسباب معينة يعني يعرفها البنك المركزي ومنتقة القار فيه سيبقي ثابت ربما يزال الطلب عن النقود إلى اليمين مثلا هنا الآن هاي انتقل إلى اليمين لاحظوا لي باللون الأحمر انتقل إلى اليمين منحنة طلب عن النقود لاحظوا فقط الآن الذي حدث عندما انتقلنا من MD1 إلى MD2 فقط الذي حدث لأن البنك المركزي ثبت الموني سبلاي أو عرض النقد عند MS فقط لغير الذي حدث فقط أنه زالت الأسعار الفائدة وبقي الآن عرض النقود كما هو يعني الكمية التوازنية من النقود مطلوبة المعروضة بقية كما هي المطلوبة ارتفعت لكن بقية العرض كما هو بالتالي ليس هناك تلبية فارتفعت أسعار الفائدة فقط لا غير وربما الآن ينخفض الطلب على النقود لاحظوا الآن This is MD3 الذي حدث أنه نخفض أسعار الفائدة فقط لا غير دون أن تؤثر على الكمية التوازنية هذه مهم جدا تذكروا أن الطلب والعرض عن النقود أن البنك المركزي يتحكم بعرض النقود وبالتالي نتخيل على شكل خط مستقيم هذا الخط الأخضر السميك والطلب عن النقود طبعا ميل سالب لأنه علاقة عكسية بين الطلب عن النقود وسعر الفائدة فإذا الآن زاد الطلب عن النقود ينتق المنحن الطلب إلى اليمين وإذا بقي الآن العرض عن نفس المستوى وبالتالي لا يحصل شيء إلا ارتفاع أسعار الفائدة أما إذا انخفض الطلب عن النقود وبقي العرض كما هو فإنما يحدث هو انخفاض في أسعار الفائدة آخر مقطع الآن طبعا هنا المقاط آخر المقطع متحدث عنه هو ما يسمى بالسياسة النقدية السياسة النقدية وهي من أهم السياسات الاقتصادية التي يجب أن تكون متوافقة مع السياسة المالية ما يسمى بالفسكال بهم جدا تتذكر وها أحبة الطلب والمتابعين الآن نتخيل بأن على المحور الأفق الآن الكميات المطلوبة والمعوضة من النقود كما كانت تعريف السابق على المحور العمودي الآن أسعار الفائدة والآن demand for money هذا هو الطلب على النقود بهذه الحالة وعرض النقود هو الآن هذا MS1 أراد البنك البركزي أن يزيد من عرض النقد عرض النقد الآن سيؤدي إلى توافر سيولي كثير في الاقتصاد توافر سيولي معنى ذلك أنه البنوك التجارية وتستطيع أن تقرض براحة أقل يعني بسهولة أكثر وهي مرتاحة أكثر ما يعني الآن بأن أسعار الفائدة ستنخفض يعني معنا يمكن لنا يمكن لنا أن نتخيل طبعا هو طبعا عفوا استعجلت الأمر يجب أن نحدد الآن سعر الفائدة والكمية التوازنية عند هذه النقاط الآن هذه الآن كمية التوازنية وهذا الآن سعر الفائدة التوازنية لكن الآن إذا ما قرر البنك المركزي لا حدول الآن قرر البنك المركزي أن يزيد من عرض النقد زيادة عرض النقد فانتقل المنحنة هنا هذا المنحنة انتقل من MS1 إلى MS2 MS1 إلى MS2 هذا الآن نقطة التقاطع الجديدة هنا وبالتالي زاد عرض النقد إلى M ستار مثلا 1 هذه الآن وفرت سيولة كبيرة نسبيا في الاقتصاد ما يعني أنه البنك المركزي انتهج ما يسمى بالسياسة التوسعية هذه هنا سياسة نقدية توسعية Expansionary ما يسميها Expansionary Monetary Policy فالآن هذه العملية الانتقال من MS1 إلى MS2 معناها أن زادت كمية النقود في الاقتصاد وبالتالي البنوك تستطيع أن تقرض أكثر الناس ينفقوا أكثر وما شابه طبعا لا يقوم البنك المركزي بهذه السياسة إلا إذا أراد أن ينشط الاقتصاد في بعض الحالات وليس بكل حالات أما إذا الآن البنك المركزي لاحظ بأن هناك سيولة ضخمة كبيرة في الاقتصاد وبالتالي تضخم صار والكميات الإنتاج أقل من ما يمكن متابعتها بواسطة النفقات الإنفاق من قبل كل اللعبين للإقتصاد فقرر أن يخفض عرض النقد الآن تخفير عرض النقد إلى اليسار فانتقل منحنة إلى MS3 هذا الآن ما الذي يعمل انتقلنا من M ستار إلى M ستار ثلاثة والذي حدث فقط لغير أن أسعار الفائد ارتفعت عندما ترتفع أسعار الفائد هنا طبعا بالحال الأولى انخفض أسعار الفائد في الحالة الثانية يعني خلنا نقول بالله R1 ستار هنا أصبحت R2 ستار لنفترض هذه السياسة نسميها سياسة انكماشية هذه يعني لو حطي السيم هنا وهون سياسة سياسة طبعا نقدية انكماشية انكماشية لمزيد طبعا من التفسير والهذا أرجو يعني أرجو منكم جميعان ترجعوا إلى كتب في الاقتصاد الكل عن سوق النقود وشرحوا والاستفاد منه وبخاصة أحبتي طربة المبادئ في قسم اقتصاد جامعة يرموك أرجو أن يكون هذا المقطع قد قدم الفائد المجو لكم جميعا وإلقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته